اشتركوا في القرآن الكريم الى يوم الدين اننا نزلنا الذكرى واننا له لحافظون فلماذا لم يتكفل بحفظ السنة واسئلة اخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج من يكتب التاريخ التزوير في السنة اقوال اعداء الاسلام والمستشرقين لنفي حجية السنة النبوية المطهرة وعدم الاستشهاد بها في قضايا الاسلام رحبوا بحضرتكم مشاهدين الكرام بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ومع النرحب وضيفنا الكريم الدعاء الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الدكتور قالد عبد العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم ورحمة الله في حلقة من من يكتب التاريخ وعلى تزوير في السنة النبوية المطهرة حياكم الله بارك الله فيكم وفيك بارك سيدي دكتور خالد الموضوع شائق وشائك نفي حجية السنة النبوية المطهرة بالكامل كلام نسمعه في الداخل بين صفوف الأمة الإسلامية ومن علماء الإسلام أو من ينتسب اسما فقط إلى علماء الإسلام ومن هو محصوب على الإسلاميين ومن هو محصوب على المستشرقين الموضوع شيق وشيق لذا حق علينا في هذا البرنامج أن ننقي ساحة السنة مما نسب عليها من أغاليط ومن سوئفة أحسنت أسعب الحوار إذا المشاهدين الكرام مستمعين الأحباب يتواصلوا معنا على أرقامها وتفنع المبينة على الشاشة والتزوير في السنة ضيفنا وضيفكم الكريمة دائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الدكتور خالد عبد العليم التزوير في السنة واصل واصل كونوا معنا مشاهدين الكرام مستمعين الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومن يكتب التاريخ نهنوا على الهواء مباشرة تواصلوا على أرقام المبينة على الشاشة نرحب بضيفنا مرة ثانية دائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الدكتور خالد عبد العليم مرحبا بفضلاتكم مرحبا بكم حياكم لله حياكم الله جميل أن ندافع عن القرآن الكريم ولكن مصر على عدم استخدام مصطلح ندافع لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن قرآنه وعن مقدساته كما قال جد الرسول عليه السلام أما أنا فرب الإبل وللبيت رب يحميه ونحملنا من هذا المنبر للقرآن وللنبي رب يحميهما معنا لكن نضرع عن ما قد يقال في قابل الأيام أن تقاعسنا عن الرد عن استهام الموجهة إلى دين الله وإلى سنة المصطفى أحسنت أحسن الله إليك وللإسلام رب يحميه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعز الله أكرم أمة بأكرم رسول وهو حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم واختار الله لصحبة هذا النبي الكريم أصحابه رضي الله عنهم الصحابة تميزوا بثلاثة أمور تميزوا بحسن الفهم والاستماع وحسن التطبيق والعمل وحسن البلاغ والدعوة وأي مصيبة تحدث في هذه الأمة إنما هي من هذه الثلاث إما سوء الفهم الذي ينبني عليه سوء التطبيق والذي ينبني عليه سوء العرض والدعوة أعداء الإسلام يريدون خلخلة قواعد هذه الأمة من مصادر التشريع فاصطدموا بالقرآن الكريم أنه محفوظ نقل في السطور والصدور عن طريق التواتر جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن وهو محفوظ لم يغير فيه لا أقول عبارة أو آية أو كلمة بل حرفا فماذا يفعلون توجهوا إلى النقلة وتوجهوا إلى السنة النقلة هم الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين من مصدريه كتابا وسنة ثم انتقلوا إلى الطعن في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر قديم وليس بجديد ولكن حينما كان صلى الله عليه وسلم يقول أقواله وأفعاله والصحابة معه كان حريصا على أن لا يختلط القرآن بغيره فكان يأمرهم بمعنى أن الوحي كان يتنزل كان يقول هذا قرآن وهذا ليس قرآن ولم يقول هذا عليه الصلاة والسلام ولكن كان يخبرهم أن ما سيقوله هو وحي جاء به جبريل عليه السلام ولكن أوتي جوامع الكلم كانت بعض كلماته من إيجازها وبلاغتها قد يفهم أنها من الوحي لذلك في بداية الأمر أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يكتبوا إلا القرآن الكريم وكان له كتبة للوحي معرفون طب يعني معذرة حتى تتضح الصورة لأن هناك قرآن وحديث نابوي وحديث قدسي وحديث نابوي الفرق والثلاثة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لفظا ومعنى من الله جاء به جبريل عليه السلام جيد والسنة الحديث القدسي الحديث القدسي إنما هو معنى من الله تعالى ألقاه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عبر عنه بلسانه أما السنة فإنها لفظا ومعنى من النبي صلى الله عليه وسلم بإرحاء الله له أيضا لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى طيب جميل نعم يعني إذا كانت هل السنة من الدين؟ السنة من مصادر هذا الدين حتى أنك ترى في القرآن الكريم يأتي الأمر بطاعة الله مقرونا بطاعة الرسول في ثلاثة صور نعم وأطيع الله وأطيع الرسول ويأتي أمر آخر وأطيع الله والرسول ويأتي أمر ثالث وأطيع الرسول لعلكم ترحمون ما الفرق بين الثلاثة؟ وأطيع الله وأطيع الرسول في أمر واحد جاء الأمر من الله ومن الرسول كالأمر بالصلاة ربنا أمرنا وأقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالخشوع فيها صلوات ربي وسلام علي أمرنا أيضا بالصلاة وأطيع الله والرسول في أمر واحد ولكن جاء الأمر مجملا في القرآن وفصلته السنة وأطيع الرسول بمعنى استقلالية الرسول بالتشريع لإذن الله له كما شرع لهذه الأمة رجم الزاني وميراث الجدة وبقية النوافل والسنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم مسألة حتى الرجم فيها كلام كثير يصورون فيه ويجلون بأنه لم يأتي فيه نص من القرآن والحدود لا تكون إلا بالقرآن نعم نعم ولكن في القرآن الكريم القرآن يرد عليهم هذه الشبه ويفندها أين الموضع بالضبط قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته حتى القرآن الكريم حينما نزل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهو مأمور بشرح الكتاب لذلك حينما يأتي القرآن بأمر مجمل وتأتي السنة لتفصل هذا الأمر بنص القرآن الكريم في طاعة الله ورسوله قد يأتي معطوفا وأطيع الله وأطيع الرسول أو يأتي مع بعضهما وأطيع الله والرسول أو الاستقلالية بالتشريع وأطيع الرسول نعلكم ترحمون جاء بارك الله وفك وفتح الله رك إذا كانت السنة النبوية المطهرة من الدين الإسلامي أو جزء من الدين الإسلامي فلما لم يهتموا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع لها منهاجة من حيث الكتابة والحفظ والمذكرة والمدرسة كما صنع مع القرآن الكريم نعم كان لذلك عدة أسباب السبب الأول أن القرآن هو المعجزة التي يتحدى بها صلى الله عليه وسلم قومه بل البشرية إلى يوم القيامة فكان الاهتمام مصروفا لحفظ القرآن في الصدور الأمر الثاني أن العرب أم أمية والنبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي بوعث في أميين لم يكونوا جميعا يقرؤون ويكتبون فكان الكتبة قلة فاهتموا أولا إلى كتابة القرآن الكريم أمر آخر أن السنة ممكن أن تقال بالمعنى لكن القرآن الكريم لا بد من لفظه ومعنى لأنه وحي من الله تعالى وفيه الإعجاز ويتحدى به هذه كلها أسباب كان الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم يهتمون بكتابة القرآن أما السنة بعضهم كان يكتب بإذن منه ولكن عامتهم كان فيهم قوة الذاكرة والحفظ فكانوا يحفظون كل الوقاء وأمر رابع أيضا سبب رابع أن السنة وقائعها كثيرة وأحداثها كثيرة فكان يشق ويصعب عليهم أن يجمعوا مع حفظ القرآن الكريم حفظ السنة لذلك كانت محفوظة في صدورهم وتناقلوها جيلا عن جيل ما هي السنة دكتور خالد؟ نعم السنة في تعريف الأصول عند الفقهاء هي كل قول وفعل وصفة وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم كل قول وفعل فهمها قول وفعل وإقرار وصفة بمعنى صفته صلى الله عليه وسلم حتى صفاته أيضا الخلقية هي من السنة طيب وإقراره نعم إقراره أنه يرى الفعل ويقره مثلا؟ بالضبط أو أن بعض الصحابة يقول قولا فيقره عليه أو يفعل فعلا فيقره عليه لأنه لا يقر على باطل طيب هل نحن ملزمون باتخاذ واتباع السنة؟ نحن ملزمون بنص القرآن الكريم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها فرض واجب محتم لماذا؟ لأن الأوامر الشرعية والواجبات في القرآن لا نستطيع أن نقوم عليها إلا من خلال السنة أنا أريد هنا أوضح إشكال عند كثير من الناس بعضهم يعرفون السنة فيقول هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها نقول لهم هذا في السنة المندوبة أما هناك سنن واجب يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ما هي أنواع السنة؟ بالضبط هذا في أنواع السنة أمرنا الله بالصلاة وأقيم الصلاة من الذي علمنا أن الصبح ركعتين والظهر أربع والعصر أربع هذه جاءت عن طريق السنة فلو قال قال والله هذه سنة أنا سأصل الصبح ركعة واحدة وأصل الظهر عشرين ركعة نقول له لا بطلت صلاتك وفسدت قال لماذا؟ قلنا لأن السنة قالت أن الصبح ركعتين وأن الظهر أربع ركعات قال هذه سنة نقول له هذه سنة واجبة أي أنه يعاقب تاركها ويثاب فاعلها فالسنن عندنا مندوبة وعندنا سنن واجبة جيد حتى نحد الحدود السنن الواجبة لابد من تطبيقها وتنفيذها بدون منقاش المندوبة السنن المندوبة أو المسنونة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إلا في حالة واحدة إذا أصر على الترك إهمالا وعنادا جيد أنا سأعود لحدك مرة أخرى وحديث المصطفى عليه السلام نتكتب عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحوا سأعود إليك مرة ثانية بعد هذا التصالي الهاتفي السلام عليكم السلام عليكم السلام يا مرحبا ما المعنى محمود بن أبو ربي يا مرحبا سيدة فضل أخمود ويعطيك العافية شكرا لكم والشيخ سيدة الله عندي سؤالين سؤال الأول بغيتي وضح للشيخ ما هي المراحل التي مرت بكتابة القرآن بجمع القرآن ومن أول من جمع القرآن هل جمع قبل عزمان المثل الثاني لماذا في المصحف نلاحظ فيه كلمات محذوفة من هذه القراءة واحدة مثبتة في هذه القراءة كلمات ماذا كلمات محذوفة مثل ذلك هو الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم هذه كلمات ذلك موجودة في قراءة نافع وموجودة في قراءة وسارعوا في قراءة حفظ وسارعوا في قراءة نافع والذين الذين هذه عدة لماذا وقع الخلاف في الكتابة المثل الثاني أبغيت الشيخ يقول لنا كم شخص رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم شخص رجم كم عدد الأشخاص الذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رجم أبو بكر شخصا كم وقع كم عدد حالات الرجم التي وقعت بعد الخلافان أربعة وكما ذلك من المسائل التي أريد أن أضح لك ذلك هو الغني الحميد والغني الحميد يعني فهمنا هذا في لمسات بانية يكون أوقع يعني في لمسات بانية من الثاني الخميس يكونوا جيدا بارك الله فك شكرا لك حديث المصطفى نأخذ الاتصال آخر السلام عليكم ألو أخونا علي من السويد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف تك أخي ممكن سؤال الشيخ فضل فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقل شيخ أنا لله الحمد وفلم عايش في السويد يعني أول ما تبدي حدك في السويد يعوضون عليك قرض لأجل يعني يساعدك في المعيشة والصراحة لأدري حظرتك تدري إنه القروض هنا أنا بتكون عليها نوع من الربع أنا صراحة الآن يعني ما أخذ قرض لكن أحتاجت إلى بعض المال وعلي يعني معذرة أنا موضوع حلقتي التزوير في السنة ليس القروض هناك برامج للفتاوى على التلفزيون والإذاعة تواجه لها بالسؤال موضوع حلقتي من يكتب التاريخ التزوير في السنة مشاهدين الكرام مستمع الأحباب يعني أهب الجميع أن يكون تكون الأسئلة والمداخلات في موضوع هذه الحلقة ما نتصال لآخر السلام عليكم أهب محمد يعني خفت صوت التلفاز بعد الشيء لو سمعت ألو خفت صوت التلفاز بعد الشيء لو سمعت ألو نعم مرحبا تفضل ألو آي يا أخي محمد أسمعك تفضل وإياكم بذل الله تعالى بارك الله فيك سيدي بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله شكرا لك حديث المصطفى عليه السلام لا تكتب عني غير القرآن لو كتب عني غير القرآن فليمه إذن هذا أمر من المصطفى عليه السلام بمحو السنة التي كتبت نعم هذا الحديث جاء في صحيح مسلم وعن أبي سعيد الخدرية رضي الله عنه قال هذا الحديث لكن أبو سعيد الخدرية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث وأيضا أبو داود صاحب السنة قال أن الأصح في هذا الحديث هو وقفه إيه معنى وقفه إيه معنى الحديث المرفوع والموقوف المرفوع معنىها قاله الصحابي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث الموقوف أن هذا المتن من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الحديث معلول أي لا يحتج به لأنه موقوف على الصحابي هذا أمر أول الأمر الثاني هناك أحاديث في الصحاح تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة وأقر بعض الصحابة على الكتابة منها حديث في صحيح البخاري عند فتح مكة حينما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة خطبها حبسنا حابس الفيل وخطب خطبة سمعها رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي أي هذه الخطبة فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه فهذا نص صحيح صريح في صحيح البخاري دل على مشروعية الكتابة أي كتابة خطبته أمر آخر عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كان عنده صحيفة يكتب فيها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تسمى الصادقة الصادقة فقال له بعض قريش أتكتب كل ما يقوله صلى الله وسلم وهو بشر قد يسهو وينسأ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق حتى أبو غرير رضي الله عنه كان يقول كان عبدالله بن عمر بن العاص أحفظ مني لأنه كان يكتب ولا أكتب هذا دليل على الكتابة في عهده الآن حينما تتعارض النصوص عندنا قواعد فقهية تحكم هذه المسألة لا حرج أن نؤصل هذه المسألة إذا تعارضت النصوص العلماء يقولون بواحد من ثلاثة إما النسخ أي أن نصا ينسخ الآخر وإما الترجيح أي عندنا نص قوي ونص ضعيف فيرجح النص القوي على الضعيف وإلا الجمع بين هذه النصوص المتعارضة لأنه لا تعارض في نصوص الشريعة كيف نجمع بين نصوص متعارضة عندنا قاعدة أخرى في هذه الثالثة وتقول الإعمال أولى من الإهمال كيف يكون الجمع بينهما هذا يرجع إلى علماء الحديث والأصول خلينا في هذا الحديث كيف العلماء جمعوا بين النصوص المتعارضة كيف هو نهى عن الكتابة وأمر من كذب أن ينهى لا تكتبوا عني غير القرآن وكيف أنه أذن بالكتابة لأبشاء وعبدالله بن عمر بن العاص كيف نجمع بينهما قال العلماء يمكن الجمع كالآتي أن النهي كان في بداية الأمر خشية أن يختلط بالقرآن الكريم وأمر آخر أن النهي لم يكن إلا نهيا عاما لكن الإذن كان إذنا خاصا لبعض الصحابة ممن لم يخف أن يختلط عليهم الأمر وجواب ثالث أن بعض الصحابة وفق صلى الله عليه وسلم في حفظه فلم يأمر له بالكتابة أما غيره فأذن له بالكتابة هذه أجوبة ثلاثة للعلماء للجمع بين النصوص وحقيقة لكن ألا تشفي غليل القارئ خصوصا أتعلمنا أن السنة دوينت بعض المصطفى عليه السلام بفترات عدة بفترة طويلة تدوين السنة هكذا يظن الناس لكن السنة دوينت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة لقوة الذاكرة يتنقلونها فيما بينهم لكن التدوين العام بالسند إنما كان متأخرا أول من بدأ ذلك هو الإمام الزهري رحمه الله لماذا؟ لأنه بعد مقتل عثمان وحدوث الفتنة كثر الوضعون الذين يضعون الحديث كذبا وزورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال محمد بن سيرين رحمه الله وهذا في مقدمة شرح الإمام مسلم قال لما كثر الحديث قلنا سموا لنا رجالكم سموا لنا رجالكم يعني كنا لا نسأل عن الإسناد فلما كثر الكذب قلنا سموا لنا رجالكم يعني من الذين ترون عنهم فإذا كانوا من أهل السنة أخذنا منهم وإن كانوا من أهل البدع والأهواء رفضناهم وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال ما شاء من شاء أو لقال ما شاء ما شاء هناك ما ينادي بحذف العنعانات من كتب السنة حضرتك لأنها يعني معذرة فيها مال الورطاب عن 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 مش معقول يعني صفحة كاملة عن فلان عن فلان عن فلان ماذا ينفعنا في هذا؟ تعرف أن العلم الوحيد الذي تفتخر به هذه الأمة هو علم الجرح والتعديل لأنه علم التوثيق للنصوص هذا السند يعني أننا نوثق ما نقول فإذا حذفنا السند أصبح من يريد أن يطعن في الدين أو أن يقول فيه ما ليس منه أن يقول لذلك حذف السند إنما هو جهل بالدين وإنما هو إهضار لجهود علماء الأمة عبر الأجيال الكثيرة لحفظ مصادر التشريع من التحريف والتزوير وما حدث التحريف والتزوير إلا من ضياع الإسناد لذلك أنا أنصح هنا في هذا المنبر أن كثرت الآن الفوضى صحيح في بعض الناس ممن يعجبه حديث أو قصة فيقول أنصر رسول الله بكبسة زر وهو لا يدري أل هذا الحديث صحيح أو موضوع ثم ينشره في الآفاق ويقتضح بعد ذلك أن هذا الحديث موضوع أو مكذوب أو لا أصل له فيكون قد بعثر جهود العلماء الذين أفنوا أعمارهم في علم الجرح والتعديل طب ما تدخلوا على عوام المسلمين في هذا الكلام الذي تقوله أحسن الآن نعطيهم نصيحة نصيحة يا إخواني من أراد أن ينشر شيئا من السنة أو حتى من القصص عليه أن ينظر أولا ما هو الكتاب رقم الصفحة صحة هذا الحديث ونسبته لا نأخذ من الدعاء شخصيا نأخذ منهم هكذا لأنهم ثقة حضرة دعم وهذه المصيبة والطامة الكبرى أن بعض الناس أصبحوا يأخذون كلام بعض الدعاء كأنه وحي ونص فلا يتثبتون فيما يقولون والعجب أنك تسمع قصصا مختلقة وعلى ألسنة بعض الدعاء لها عبارات ولها نسبة مختلفة مثل مثلا قصة تسمع كثيرا أن يقول أن بعض النساء جاءت بضفيرتها إلى أحد القواد المسلمين بعضهم قال سعد بن أبي وقصف القادسية وبعضهم قال عقب بن نافع والحقيقة أن هذا خطأ فاحش لا ده ولا ده إنما هي مذكورة في كتب التاريخ لرجل اسمه أبو قدامى الشامي حتى أبو قدامى الشامي مجهول عند العلماء لا يعرف من هو وبعضهم قال في الكتب أنه كان على منبر دمشق وكان يحرد على الجهاد فجاءته هذه المرأة وقد أعطته ضفائرها في رواية أخرى أنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا قدامى حدثنا عن أعجب ما رأيت في الجهاد فذكر لهم هذه القصة والقصة مذكورة في بعض الكتب غير المعتمدة وليست من كتب السنة الأمر الآخر أنه فيه خطأ شرعي فاحش وفادح مع ذلك يعني إذا كانت القصة باطلة أو مكذوبة لكنها تحد على فضائل الأعمال أن النساء يتبرعن بأغلى ما يمتلكنهم وهو الشعر أو ضفائر الشعر يعني اللي حث على الجهاد هذا جاء الطعن في القصة أولا لبعض الدعاحين ما يذكر ألفاظ مختلفا الأمر الآخر الحكم الشرعي عند العلماء ليحرم على المرأة حلق شعرها إلا لضرورة من أذن أو مرض لكن أن تحلق شعرها حتى بإجماع الفقهاء في الحج ليس للمرأة أن تحلق شعرها تقصر نعم من ضفائرها لكن حلق الشعر هذا فيه نص كان يقصصنا حتى قالوا إلى شحمة الأذن بمعنىها تقصير الشعر وليس حلقه فهذه المرأة التي قصت ضفائرها ثم جاءت إلى هذا القائد أولا اختلف في اسمه فكل واحد يقول اسم شكل وهي قصة مكذوبة وأيضا فيها أمر شرعي يتعلق بحلق الشعر فلا يجوز المرأة أن تحلق شعرها الأمر الآخر أن شعر المرأة أيضا هو عورة كيف تعطيه وتقول افعل كذا وكذا وأنا فقيرة واستعمله نجاما لفرسك هذا الهزل وهذا العبث حينما نقول قصصا مختلقة لاستمالة العوام لجاما لفرسك نعم معنى ذلك أن ديننا أصبح عقيما ليس فيه من الصحيح ما يؤثر في القلوب حتى نختلق هذا التزوير والتكذيب الذي لا أصل له إننا نربأ بأنفسنا يا من تسمعوننا غيرة لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتثبت في كل ما نسمع وكل ما نقول حتى لا نأتي يوم القيامة قد افترينا كذبا هل هذا حج لنا أم علينا أن نثق بما يقال ممن يقال أو ممن يقول لا أقول العوام معذرون ولكن على الدعاة أولا مسؤولية كبيرة أن يتثبتوا ثم على العوام أن يسألوا أنت تفضلك سؤال ذكي أشكرك علي أن العوام غير متخصصين أنا لا أعرف هذا رجل ثقة ويتكلم والناس تحترم وتستمع إلي أنا كإنسان عمي ماذا أفعل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من هم أهل الذكر؟ أهل العلم الذين تعلموا العلوم الشرعية على يد العلماء فنثقوا في علمهم هم دول أهل الذكر بالنسبة لنا شيخ نعم كما في الصفحات هذه كتابها أهل ذكر كما في الكتب الصفراء كتابها بالنسبة لنا أهل ذكر نعم لذلك اختلط الأمر هناك عالم وشبيه العالم العالم هو الذي تعلم العلوم الشرعية على يد علماء فأجازوا أو تعلم في مؤسسات شرعية ومؤسسات شرعية كالجامعات الموجودة والكليات الشرعية يعني حتى في الأظهر عندنا لما أعطونا الشهادة اسمها إجازة العالمية يعني كما قال سموا لنا رجالكم سموا لنا رجالكم فإذا جاء داعي يقول أنا داعي نعم الدعوة مطلوبة ولكل مسلم أن يدعو بمعلم بالنصيحة والحكم والمعيضة الحسنة لكن أن يؤصل في الحلال والحرام أو أن يختلق كذبا وتزويرا سواء على رسول الله أو في التاريخ ونحن الآن ننقل التاريخ هذا من باب الفوضى وبعثرت جهود الأمة وإصابة قصد المستشرقين الذين أرادوا الطعن في الإسلام من خلال التزوير في مصادر التي نستقي منها أحكامنا الشرعية ألا فلنتقل لها حتى في الكلمة التي تقال علينا أن نتحر فيها ألا مجال المنتقين ألا السعودية هنا أبو عبدالله السلام عليكم حالو خليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا سيدة فضل لو تتكرمت شيخ الله أحبك الله كل إشبال حلق اللي هي أو إعفاء اللي هي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين تحرير الحلق اللي هي فهل إعفاءها من السنة الواجبة أمن السنة المستحبة بارك الله فيكم بارك الله فيك شكرا لك سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يعني أخونا يحيى من فلسطين السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام الله أعطكم العافية أستاذي بارك الله وبرك سيدة الله أعطكم العافية هو الحقيقة ليس سؤالا إنما أبو أشبار بحي بحيكم في المنامج إنما اللي أنا أريد إياه منكم يعني نوع البرامج هذا تطوره أكثر خاصة إنه إحنا كمسلمين في العالم العرب والمسلامي نحتاج لبرامج جديدة يعني هناك مقولة تقول بأنه العلم الحديث مجمد وانتهى ولا يوجد اجتهاد بعد القرن السابع إلا أننا يعني نجد إنه المسلمين بحاجة أكثر بإلحاح أكثر لدراسة علم الحديث ليس كالدراسة كالحقيق كما يظن البعض إنما كبعد حضاري بعض اقتصادي بعض اجتماعي بعض تربة كل هذه تطرق يؤخذ الحديث ثم يرد إلى كتاب الله كأصل من أصوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي نوحى لا يعني نحن نفتقد لهذا الشيء لو أنكم تطرقون هذا الباب والحقيقة أنه أنا أعجبني الأستاذ الدكتور أستاذ الدكتور عماد الدين خريل في كتابه البعد الحضاري في الحديث في الحديث النبوي قال لحب هذا لو أحد يعمل بهذا فنطلب منكم الله يباري فيكم على طورنا هذا البرنامج وتقدمون شغلات ثانية أو أشياء أخرى بإذن الله بإذن الله شكرا لك باركة الله فيك شكرا لك على اتصالك اتصال آخر من فرنسا السلام عليكم تلو تلو من أقوال وأفعال نقول لك السبيل وفي المذاهب الأخرى كانت عملية التكتيف فكيف يعني أنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفترة هذه كلياتها وورد أنه في اختلاف تركنا من المذاهب الأخرى ولكن نحن نذهب نحكي عن مذاهب أهل السنة والجمع مع الفرق سبيل باركة الله فيك هذا محور معنا أيضا مسألة الاختلاف في الأحاديث والرواية تتصال آخر السلام عليكم أخونا سمعيل من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام وبركاته كيف حالكم يا أستاذ محمد رضي الله عنكم أشكركم على هذا البرنامج القيم وأشكر الضيف باركة الله والله سيدي السؤال فيما يقص الأحاديث نوعية الأحاديث ضعيفة صحيحة موضوعة يعني نود منكم وخاصة من علمائنا الكرام علماء الحديث أن يجمع لنا الأحاديث الصحيحة حتى نعرفها وحتى نطمئن عندما نستشهد بها وأن نعرف ما هي الأحاديث الضعيفة وما هي الأحاديث الموضوعة ولتكن في كتاب ولتكن في كتاب يعني نعرفه ونستطيع أن نطلع عليه لأننا حقيقة في حيرة من أمرنا سيدي صحيح أحيانا نستشهد نستشهد على حسب ما نعلمه وفي الأحاديث يتضح أن هذا الحديث يعني ضعيف أو موضوع فجاء يعني أن يكون يعني هذا المسألة يعني أن تطرق يعني ما سميرة من تونس يا مرحبا رحمة رحمة سميرة وأهل تونس افضل شكرا من فضلك أريد تصحيح حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإبن صيام الجوزي في تاة برد المعاد ما هو الحديث معه الحديث 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 هو رأى ابن مالك في ثنانيه من حديث محمد بن فارين عن أنس ابن مالك على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حاضر بارك الله فيك حاضر في الصدق عقل نساء طيب بارك الله فيك أريد أن أصدق يعني صحة هذا الحديث والعمل فيه حاضر بإذن الله بارك الله فيك شكرا لك يعني الأسئلة كثيرة دكتور خالد يعني لكن كان هي عالمية فقط أخونا ياهم فلسطين يعني البرنامج لا يسير خلف كتاب من الكتب أخي يحي يعني البرنامج له طبيعة خاصة وطبيعة عالمية خاصة من خلال مؤسسة خاصة فهذه طبعة برنامج لأن تناول الأخطاء التي كتبت في التاريخ أما ربما يعني أحد الزملاء يستعم بالكتاب الذي تفضلت به لعمل برنامج ما كما يراه من وجهة نظر هي لكن أنا هنا مهتم بتصحيح الأخطاء التي وردت في تاريخ الأمة الإسلامية وتاريخ الأمة العربية والمستشرقون والمدلسون والكذابون والوضاعون الذين شوهوا هذا التاريخ ونحن نقيه من خلال هذا البرنامج يعني هذه وجهة نظرنا في هذا البرنامج أما يعني أخونا هيسم حضرك مثلا أثر قضية شيقة وشيقة حقيقة يعني الكل يحتاج بأن الرسول صنع كذا وربما تجد هذا الصنيع مختلفا من رواية الأخرى ومن حديث إلى آخر ومن إمام إلى إمام آخر فكيف الجانب والتوفيق بينهم نطمئنهم ولله الحمد أن الأحاديث قد غربلت وقد دونت ولله الحمد عندنا الصحيحين صحيح البخاري وصحيح الإمام المسلم وعندنا الصحاح البقية الصحاح اللي بسموه الصحاح الستة دخل فيها صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النساء وسنن ابن مهجة هذه كلها ولله الحمد مدونة وقد غربلت وقد نقيت وصححت وهناك بعض الموسوعات موسوعة الحديث الصحيح موجودة الآن في أقراص مدمجة يستطيع أي أحد أن يتحصل عليها من أي مكتبة ثقة فيها الحديث الثقة وقد بذل فيها العلماء مجهودا كبيرا لكن بعض الأحاديث قد يختلف في تصحيحها وفي تضعيفها في هذه الحالة عند خلاف العلماء لا أحد ينكر على أحد أعطيك مثال يعني في بعض الأحاديث بعض الناس ضعفها ولكن عند البعض الآخر من الأئمة حسنها مثل حديث يقال مثلا هذا الحديث رواه فلان وهو عنده حسن ورواه آخر وهو عنده ضعيف ما هو السبب أن هذا عنده حسن وذلك ضعيف أن أحد الرواه في السند عند هذا الإمام ثقة وعند الآخر ليس بثقة وإنما ضبطه ضعيف أو إتقانه ضعيف أو أنه قد اختلط بآخر عمره فلم يوثقه هذا الضبط في هذه الحالة ولله الحمد نحن عندنا الأحاديث الصحيحة اللي في سلسلة الصحاح هذه قد نقيت تماما لكن فيما فيه خلاف نقول هنا فيه ساعة لاختلاف بعض العلماء في توثيق بعض الرواه بعضهم وثق بعضهم ضعف هذا خلاف فيما بينهم لكن لا يكون مدعاة لخلاف بين عوام المسلمين أنا كرجل من العوام ماذا أفعل أنا لست متخصصا في علم مصطلح الحديث حتى أدخل في هذا العراك العلمي طيب ماذا أفعل علي بالسلسلة الصحيحة التي يستطيع أي أحد أن يدخل عليها طيب إذا وجد مثلا حديث حضرتك يعني يتعرض مع أي قرآنية أو يتعرض مع شيء من العقيدة أيهما نأخذ في هذه الحالة هذا الحديث يرد جملة وتفصيلا أو أن ننظر كيف تأويله لأن بعض العوام قد يسمع الحديث فيذهب ذهنه إلى معنى غير المراد أعطيك مثال نهى صلى الله أنا أعطيك مثال من عندنا حتى تضح الصورة تسمح لنا مسألة رضاء الكبير نعم أليس فيها حديث في البخاري نعم رضاء الكبير موجودة ولكنها وقعة عين خاصة بسالم لذلك يعني هي وقعة خاصة بفلان لأن هذا الرجل كان الآن كان هذا في وقت التشريع وهذا الرجل كان قد ربي في بيت مولاه ولكن حينما كبره وليس ابنا له أخذه بالتبني فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أعطاه الرخصة في ذلك لم تكن الرخصة للرضاء وإنما هو نعم الاستحلام لكن في جميع الأحوال هذا الحديث عند أئمة الولماء كلهم مردود بأحاديث أخرى صحيحة وإنما الرضاعة من المجاعة والرضاعة إنما تكون حولين كاملين وقت الفطام قبل حولين كاملين حينما يريد إنسان أن يتم الرضاعة لمولود أو لرضيع فهذا هو الذي نص عليه القرآن والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة جئنا هنا في مسألة الترجيح لما يأتي حديث بهذه الصورة وأن كان في الصحيح وهناك أحاديث أخر أيضا صحيحة حينما نأتي في الترجيح هذا يرجح عن ذلك هذا جواب الجواب الآخر أنها واقعة تخص هذا ولا تعمم على الآخرين وأيضا الحديث فيه كلام بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بالضبط والحديث فيه كلام طيب الآن أعود لقضيتي مع ذرة أن رسال سوى السلام حض وحث المؤمنين على كتابة القرآن الكريم نعم وكان يقول دوا هذه قبل كذا وهذه بعد كذا وهذه كذا إلى آخر هذه الرئيسة التي ترؤى فلما لم يحض المسلمين على كتابة سنته النبي المنتهى لأن النبي صلى الله عليه وسلم مواجزته في القرآن الكريم أما السنة فكان في البداية يخشى أن تختلط بالقرآن الكريم هذه واحدة وقلة الكتاب لأن الكتابة كانت في العرب نادرة ويشق على الصحابة الكرام أن يجمعوا بين كتابة القرآن وبين كتابة السنة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعوا ويحفظوا في الذاكرة حتى في أحديث أمرتهم بحفظ السنة لكن ليس الكتابة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله وجه امرئن سمع منا مقالة فوعاها أو فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع هذا كله دليل على أنه أمرهم بحفظ السنة وما نقرأ في صفحات التاريخ حضرتك بأن الصحابة عليه من رضي الله عرفوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة ليست تشريعا فأهملوا كتابتها هكذا تقول كتب التاريخ نعم هذا يرد عليه الوقائع نفسها أن الصحابة الكرام كانوا من أحرص الناس على السنة في صحيح البخاري سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله هذا افتراء هذا افتراء وتزوير ترد عليه وتفنده يعني أدل كثيرا وقاء أخرى هذا في صحيح البخاري بسنده أن عمر بن الخطاب كان مع أحد الأنصار في العالية وكان يتناوبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر فكنت أنزل فأخبره بما كان ثم إذا كان في اليوم التالي سمع فأخبرني بما سمع في ذلك اليوم هذا دليل على حرصهم في حديث آخر أيضا في صحيح البخاري أن أحد الصحابة جاء من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة وهو أن مرأة جاءت تخبره أنها أرضعته هي وزوجته بمعنى أن زجت أخت من الرضاعة حينما أخبرت هذه المرأة بذلك فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمره بفراقها فقال يا رسول الله يا كذا وكذا قال وكيف قد قالت يعني المرأة قالت كذا وكذا فهذا دليل على الحرص أنهم كانوا حتى يأتون فيسألون ويستوثقون من النبي صلى الله وسلم دل ذلك على حرصهم على السنة كذلك في كل الأقوال والأفعال والحركات تجدها مدونة شيء عجيب ترى حتى في مشيته صلى الله وسلم في إيمائته في ابتسامته في غضبه في بكائه حتى في المشاعر التي تبدو عليه دون أن يتلفظ بها نقلت إلينا كأمانة أمانة النقل من هؤلاء الصحاب الكرام الذين نقلوا إلينا سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نقرأ في التاريخ بأن كبار الصحابة كانوا لا يحبون تسجيل السنة وتدوينها وأن سيدنا عمر بن الخطاب نفسه حبس عددا من الصحابة لأنهم يكتبون السنة وقدنها عن ذلك نعم أنت تكلمت عن جزئيتين مهمتين الأمر الأول وهو تشدد الصحاب الكرام في الرواية خشية التساهل في التقول على النبي صلى الله وسلم منها وقعت أبو موسى الأشعرية رضي الله عنه أبو موسى ذهب إلى عمر بن الخطاب فسلم عليه مرة فلم يرد فاستأذن الثانية والثالثة فلما لم يرد لعله مشغول أراد أن ينصرف خرج عمر قال إلى أين؟ قال استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستأذن ثلاثا فإن أذن لنا وإلا رجعنا قال اتني بمن يشهد أنك قد سمعت هذا وإلا أوجعتك ضربا بالدرح أبو سعيد الخدري راوي الرواية يقول كنا في المسجد فجاءنا أبو موسى رضي الله عنه يرتعد فرقا خوفا من عمر قد قال لي عمر كذا وكذا وكذا منكم من سمع وقال والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فقام معه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم قال عمر لأبي موسى رضي الله عنه أنا لا أتهمك على ما قلت ولكن خشيته أن يتساهل الناس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الصحابة الدليل يعني أول ما كان يسأل عن هذا حقيقة حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذن لا يكفينا أن قال فلان وقال فلان وفلان قال نعم الدليل الدليل والتثبت أبو حنيف أذكر أبو حنيف الذي قال إذا أخذت رأيه فأخذ دليلي أنا لا أذكر هذا القول أنا لا أذكره ولكن أذكر أن أول من كان يسأل عن الدليل أبو بكر الصديق نفسه رضي الله عنه كان يتحرد دقة في هذا لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ولم يكن هناك نص في كتاب الله لميراث الجدة نعم فقال لا أعلم لك شيئا فيما أعلم هل أحد منكم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها شيء فقام المغير بن شعبة فقال نعم سمعته يقول أو يكتب لها السدس أو يعطيها السدس قال هل أحد سمع ذلك معك فقام محمد بن مسلمة وقال نعم أنا سمعته يقول هذا فقضى لها بالسدس هذا دليل أيضا على التثبت حينما سمع الحديث من واحد أراد أن يتثبت فشهد له غيره أن ذلك صحيح أما القول أن سيدنا عمر قد حبس بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنهم استكثروا أو زادوا في الرواية أو خالفوا أمره في الاستزادة من الرواية هذا كلام مكذوب ترده النظر والتمحيص لترى دقة العلماء هذا التزوير أيضا هذا التزوير كيف رأي هذا الكلام اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نعم هو الذي روى عن عمر بن الخطاب أنه حبس سلاسة من كبار الصحابة منه أبو الضرداء فلما روى إبراهيم هذه الرواية نظروا في وفاة إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وجدوه أنه قد توفي عن عمر يناهز 75 عاما وتوفي سنة 95 أو 99 للهجرة لما حسبوا مدة عمره وجدوا أنه إذا كان عمره 75 عاما معناها أنه ولد في نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وقت وفاة عمر كان عمر إبراهيم إما ثلاث أو أربع سنوات لو خذنا بالرواية أنه مات 95 وإما أنه لم يولد بالمرة لو خذنا برواية 99 هجرية فكيف لطفل لم يولد أن يسمع من عمر أو كان عمره ثلاث سنوات من هنا حكموا على هذه الرواية أنها مكذوبة وأنها من التزوير على عمر بن الخطاب ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام وهذا كتاب في أصول الفقه رد هذه الرواية بسببين أيضا قال من المحال أن يتهم عمر أحد الصحابة وهذا فيه ما فيه لأن الصحابة عدول بنص القرآن وثلاء النبي صلى الله عليه الأمر الآخر هل يعقل أن عمر بن الخطاب ينهى عن نشر السنة وتعليمها وكتمانها هذا كله لا يلق بأمير المؤمنين رضي الله عنه فسي جميل ما تفضلت به من حسابة عمره وسنه وهذا شيء جيد لابد أن نتحرف في كل ما نأخذ وكل ما نسمع وهذا من مطعنا في الرواية مما حكم عليها أنها صحة لكن في حلقتنا القادمة سأتيك بحجة يقولونها في التاريخ بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان قال في قرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء وقرآن الكريم فما حاجتنا إلى السنة في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله تعالى شكرا لفضلاتكم على حد للحق أحسن الله إليك شهدنا الكلام مستمعين الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج من يكتب التاريخ أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الدكتور خالد عبد العليم وحطي دمنا لقاء جديد من شيئة اللي تبارك وتعالى حول التزوير في السنة نبوية المطهرة في الأسماء القادم نستوضعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله